ترجمة نانسي قنقر بالنسبة للتعريف زي ما عنا شايفين الشجرة هي واحدة من انواع البيانات المجردة في هيكل البيانات يعني واحد من هيكل البيانات الغير خطية اذا احنا درسنا سابقا انواع البيانات الخطية والغير خطية وقلنا انه هذه انواع خطية بمعنى انه كل الاليمينز بتبقى مرتبة في الذاكرة بشكل خطي ويكون الاصول لها بشكل واحد تلو الاخر او سيكوانشل بلنا اما بالنسبة للتري والجراف فهما عبارة عن انواع بيانات غير خطية وتتكون الاشجار بشكل عام اي شجرة تتكون في الطبيعة من جذر وغفرع واوراق بشكل عام الجذر بسموروت الابناء اللي هي العناصر اللي بتكون موجودة الاباء هي اباء الابناء اللي هي اباء العناصر الموجودة والليبس اللي هي الاوراق طبعا احنا زي ما تعرفنا سابقا انه في كنا في نتعامل مع الهد كنود من بدايتها بنقرأ هنا الشجرة نتعامل مع وهو اعلى عنصر في الشجرة او قمة الشجرة احنا الشجرة بداية بتبقى الجذر بالشكل هذا بيبقى عندي ايه براج وبطلع منه افرع تانية وهنا بتبقى ايه الاوراق اللي موجودة عندنا لكن لو احنا نظرنا للشجرة بشكل هراكيكا بشكل هرمي فبتبقى عندي الروت والروت بتفرع منه ايه الابناء ممكن ايش بتبقى ابن او اكتر بالشكل هذا وهنا بيبقى عندي نود بالشكل هذا هيا احنا مصطلح الشجرة اذا الابناء العنصر الموجود اسفل اي عنصر اذا هذا ابن العنصر هذا الاباء العنصر الموجود اعلى عنصر معين اما الاوراق هي العناصر التي لا تملك اي ابناء اذا هذه بنقول عنها ورقة وهذه بنقول عنها ورقة هذه بنقول عنها اب في نفس الوقت هي ابن للعنصر الاعلى منه الشجرة البيانية هي رسم بيانة لمجموعة من الرؤوس اللي هي النود المرتبطة مع بعضها البعض وسمية شجرة بيانية لأنها تشبه شجرة من ناحية الشكل في الطبيعة هل هذا التعريف واضح إذا ماذا يقصد بالرؤوس اللي هي النود النود بنقول عنها أو البنية هي على شكل دائرة تحتوي بداخلها على قيمة أو شرط بل من ممكن أن تحتوي على عملية رياضية ذكرنا أن مجموعة من الرؤوس المتصلة تشكل شجرة بيانية ماذا إذا كان هناك رأس واحد فقط كل رأس على حدة بإمكانك اعتباره شجرة بيانية كاملة إذ كان وحيدا ويعتبر شجرة بيانية جزئية إذا كانت ضمن مجموعة من الرؤوس المرتبطة مع بعضها البعض وهذه الرؤوس تسمى من عقد أيضا يعني هنا في عندي النود لو كان عندي النود بشكل هذا وفي قلبه حرف ايه فهذه أنا بعدها ايه شجرة لو كان لها أكتر من ابن برضو بعدها ايه شجرة لها ايه كمان ابن كل نود من هنا بتعد شجرة فرعية من شجرة ها يعني الشجرة بتبدأ من عند النود وبتتفرع لعدة فرق هذا النود اللي موجودة عندنا بالشكل هذا لو عندنا احنا هنا حرف الايه او ايه ارقم بي سي كيف بنربط كل نود مع نود بحاجة بسموها الحواف او الادج اذا هذا ادج موجود وهذا ادج موجود ما بين كل نود ونود وتسمى ايه خطوط مستقيمة بشكل هذا بتربط كل نود مع نود تاني النود بسموه هنا الرأس شكل توضيحي هي شجرة كامدة هيكل معين هيكل هرمي عندنا الرود هيهم عندنا الاباء هيهم وهذا برضو اب لهذا عندنا الابناء بشكل هذا وعندنا الاوراق بشكل هذا الاوراق اللي هي ملهاش اي ابناء تمام طبعا عندنا اللي هو الكي والاف هما ابناء الجي فاحنا بنقول جي لها ابنين الاف والك بالشكل هذا وعننا الاف لها ابنين بالشكل هذا وعننا الك لها ابن أما البي والسي والأن والأما لهم مش أي أبناء في مصطلح اسمه العمق العمق والارتفاع عمق الشجرة وهو عمق الرأس والارتفاع شجرة وارتفاع الرأس وللمعرفتهم يجب أن تعرف ما هو المصار وطول المصار إذن هذا طول المصار من A إلى الرأس D من A اللي هو هنا لو كان عندي أنا ند اسمها A فهذا الارتفاع أو طول المصار هو عبارة عن اتنين لأنه أنا لما بوصل لدي بمر بA وB المصار من الرأس إلى الرأس الآخر فهو مجموعة الحواف التي تأخذك من الرأس إلى الرأس الآخر يعني أكم نقطة عديت عليها لتوصل النقطة معينة إذن ما هو طول المصار؟ طول المصار من الرأس إلى الرأس الآخر بمعنى آخر هي عدد الحواف التي نستقها من الرأس لنصل إلى الرأس الآخر يعني لو أحنا بدنا نقول المصار E فأكم نقطة مرت فيها أو أكم إدج خدد عسان أنا أوصل لمين للنقطة E من الروت اللي هو هذا الروت اللي هو بسموه الجذر العمق هو عدد الحواف التي تربط الرأس بالجذر وتستنتج أن عمق الجذر عمق الجذر قديش سفر والأكبر عمق هو عمق الورقة يعني لو قلنا تبع الرأس هنا سفر لأنه أنا بقول لك أكم خطوة بدك تخطو عشان توصل للرأس من الرأس نفسه فسفر لكن لو إحنا بدنا نوصل لأخر ورقة لو أنا عندي A وB وC وD عشان أوصل من إيه لآخر نقطة عندي في الشجرة فسموه عمق الشجر تمام هنا عمق أجديش واحد اتنين تلات حواف وعمق الشجر هو عدد الحواف من الجذر إلى أبعد ورقة أبعد ورقة موجودة عندي ونستنتج أن عمق الإبن أكبر من عمق أبي عكس الحقيقة طبعا يعني عمق الإبن أكبر من عمق أبي لأنه إيه بوصل للإبن قبل ما أوصل يعني بوصل للأب قبل ما أوصل للإبن ارتفاع الرأس هاي رأس هيعود لإيه وB وC وD ارتفاع الرأس وعدد الحواف من الرأس نفسه إلى أبعد ورقة مرتبط بها هاي ارتفاع الرأس إذن هنا إيه واحد اتنين تلاتة هاي أربعة إذن أربعة ارتفاع مين اللي هو الروت أوصل من عند الإيه لحد دي تبديه فبدي أربعة ارتفاع الورقة بكون سفر على عكس اللي إحنا حكينا عنه هنا تمام؟ اللي هو عمق الرأس هنا الارتفاع عكس إيه؟ العمر في عندي أكثر أنواع استخدام في الشجرة اللي هي الشجرة الثنائية إيش هي الشجرة الثنائية؟ هي شجرة بيانية كل رأس يحتوي على اثنين من الأبناء على الأكثر ولها عدة أنواع إذن لما بكون عندي روت بالشكل هذا وفي عندي أبناء فلما بتكون الشجرة فيها على الأكثر ابنين لكل نود فبسمى شجرة ثنائية طبعا في عندي شجرة ثنائية بسمها فول بايناري تري وفي عندي كومبليت بايناري تري بايناري ثنائية وعندي دابل لينيار بايناري تري وبايناري ثيرش تري وهذه الأهم واحد اللي احنا هنطلق لها بالنسبة للشجرة التامة كلمة تامة إنه في هذا النوع كل رأس ما عدا الأوراق يمتلك ابنان اثنان وكل الأوراق لها نفس الارتفاع طلعوا إيش يعني الارتفاع؟ الارتفاع بنبدأ من ليفل وإحنا قسمنا هذه التكسيمة بشكل هذا هذا الليفل بنبدأ من سفر المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث معناه إنه كل الأوراق تبكى في المستوى الثالث وهنا كل ند لها ابنين ابنين طلعوا هذا إلو ابنين هذا إلو ابنين هذا إلو ابنين يعني كامل كامل لو كانت هذه مش موجودة فبسكوا نطفل تمام؟ النوع الثاني بسموه كومبليت باينار تري الكمبليت باينار تري هذا النوع نجد أن كل مستويات فيها ممتلئة شايف؟ أنا ممتلئ أنا على الشمال كله ممتلئ أي أن أي رأس يحتوي على ابنان ابنان ما عدا مستوى أخير مستوى الأخير اللي هو هذا اللي احنا فيه حيث يمكن أن يكون غير ممتلئ بشرط أيش هذا مهم جدا أن يكون كل الأوراق في اليسار يعني لو كانت هذه على اليمين هنا فيه ورقة بتكونش هذا كومبليت باينار تري لو كانت على الشمال بتكون كومبليت باينار تري لو كانت ورقة هنا موجودة فبتكون كومبليت باينار تري نعمل هذا الكلام توضيح أكتر هذا مفرح من كومبليت باينار تري لأنه لو طلعنا هنا كل ملوم اثنين وهذه بادينا يجي للمستوى الأخير فهذه دي لها ابنين اللي إي لها ابنين الاف إلها ابن وعلى إيه اللي يصار هذا بسموه يصار لو كان عندي على اليمين هنا مثلا إكس فهذا بتكون كومبليت باينار تري لكن لو كان عندي الڤي ع واحد على اليمين اسمه y فبتكون عشان تكون كومبليت باينار تري المفروض يكون ال-Y على الشمال لو كان عندي بالشكل هذا لو كان عندي Z هنا فايش بيصير هادئ بيصير full binary tree اذا انا بعرف انه هي عبارة عن complete binary tree في نفس ال-Y لكن اهم كيشي انك تنظر ان يكون تشرق كل الاوراق في اليسار لو كانت غير مبتلئة اللينيا هي عبارة عن عقدة بشكل متتالي حيث لا يمكن وصول الى عنصر واحد فيها بشكل مباشر طلع لو انا بدي اجي الى العنصر هذا فانا بدي امر بالعنصر عشان اوصل للاثنين لازم امر بالواحد اوصل للثلاثة لازم امر بالثلاثة اوصل للاربع لازم امر بالثلاثة اوجع شكل لينيار زي ايه زي يعني اما شمال شمال او بالشكل هاد هدي بسموها لينيار اه اللي هي البحث الثنائية هادي مهمة جدا بقولك هي شجرة ثنائية لكل لكن مع ترتيب قيم الرؤوس بطريقة معينة اذا في طريقة معينة لوضع ايش القيم اللي جواها ان كانت حروف او ان كانت ايش ارقام ايش طريقة هادي بقولك الطريقة ان ارتب العقد او الرؤوس بحيث قيمة الرأس تكون اكبر من قيمة الابن الايصر الرأس الرأس تمانية تمانية كل اللي على شماله هنا في الشجرة هادي اللي هم سموها هادي ليفت تري او ليفت صب تري بيكون اجل من التمانية التلاتة اجل الواحد اجل الستة اجل الاربع اجل السبع اجل اذا كل ما يقع على اليسار اجل من اجل رؤوس طلع الاربع اجل من الستة حتى هنا ال 13 اجل من ال 14 وقيمة الرأس تكون اكبر من قيمة ابنه الايصر واقل قيمة ابنه الايمن وهذا الشرط يطبق لكل رأس اذا اللي على اليمين بيبقى اكبر من قيمة الرؤوس اللي موجودة اللي على اليمين اكبر طلع العشرة اكبر من الثلاثة من التمانية اطلع على الستة هنا اللي على اليمين السبعة أكبر من الستة اطلع على العشرة 14 على يمينها لكن ال13 كانت عشمال كانت أجل طب لو بنحط عنصر هنا الخمسطعش وين بنحط الخمسطعش بنمشي هنا الخمسطعش أكبر من الثمانية آ إذن بتكون على اليمين الخمسطعش أكبر من العشرة صحيح إذن على اليمين الخمسطعش أكبر من الأربعة عشرة بتكون هنا وليش تسموها شجرة باينر سيرش تري لأنها سميت شجرة بحث لأنها تسهل عملية البحث بصورة أكبر جدا لأنه هنا أنت بتقلل الوقت للنص أنا بلما دور في كل الشجرة بدور مدر أن كان العنصر أنا بدور على الخمسطعش بدور في الجانب الأيمن وبأترك الجانب الأيسر لو أنا بدور على الرقم سبعة بأترك الجانب الأيمن وبدور على الجانب الأيسر لأنه السبعة بتجع في الجانب الأقل طرق البحث إذا كنت تبحث عن قيمة معينة فإنك تقارنها بالجذر أولا فإذا كانت تساوي الجذر فقد حصلت على مراتك يعني إحنا بالقارن مع القيمة كان بالدور على الثمانية فقرنها بالثمانية كان بدك الثمانية إذن أنت لقيتها بالجذر إذا كانت أكبر اتجه نحو اليمين وبذلك نكون قد وفرنا عناء البحث في الجزء الأيصر وإذا كانت القيمة أقل من الجذر اتجه نحو اليسار وأيضا نكون قد وفرنا عناء البحث في الجزء الأيمن إذا اتجهنا في الجزء الأيمن نقام القيمة التي نبحث عنها بالابن الأيمن للجذر إذا كانت تساوي فهذه هي القيمة المطلوبة أما إذا كانت القيمة أكبر نتجه يمينا وهكذا استخدامات هياكل البيانات الشجرية تستخدم لتري في تخزين البيانات التي تحتاج لترتيب طبيعة هرمية هراككا زي ما احنا شايفين هنا أقرب مثال لعمل تري هو طريقة تنظيم الملفات على الجهاز الحاسم اللواء المستعر وقواعد البيانات العلائقية بتكون تري بشكل هذا تنظيم الشجرة تنظم العناصر في تري أو تنظيم العناصر في تري توقف على طريقة استخدامه تري لا تشبه لستاك حيث أن وظائف لستاك محدودة إضافة وحدث هناك العديد من أنواع التري وهناك العديد من الطرق من استخدامه عبورها من ناحية الريل وتخزين البيانات بالنسبة للإضافة بها التري ترعي لأنها هيات البيانات ذات استدعاء ذاتي وبما أنها استدعاء ذاتي هو الاستدعاء الذاتي لنفسها فإن شجرة مكونة بمجموعة من أشجار أصغر منها طلع هنا الشجرة في عندي صب تري نحن زي ما قلنا هادي تري لإيه لحالها وكل عنصر موجود برضو كتري لكن العنصر مع أبناءه بيكون عندي صب تري إذن أكد ممكن أطلع أكتر من صب تري موجودة عند نلاحظ أن الصب تري مصغر مثل تري زي ما أنت شايف طلع هذه شجرة كبيرة جدا في حالة ما ضفت أكبر قيم معينة هيك إحنا بنكون تعرفنا على بعض مفاهيم الشجرة من ناحية اللي هو النقاط الموجودة في التري مصطلح آخر نركز عليه شوية لو إحنا عندنا تري أو نرجع على التري هاد اللي إحنا موجود عند اللحظة تري هاد زي ما إحنا شايفين فيه هاد بسموه سيبلينغ أو الأشقاء إيش الأشقاء هنا لو أنت بتلاحظ الثلاثة والعشرة سيبلينغ أشقاء ليش؟ لأنهم لهم أبو واحد الواحد والستة سيبلينغ لأنهم لهم أبو واحد لكن الستة والاهم أربع طعش من السيبلينغ فكل النود لهم بيرنت مشترك بسموه سيبلينغ في عندي مصطلح اسمه الأبناء أو الأحفاد لو إحنا طلعنا للتمانية ومن أحفادها؟ أحفادها الثلاثة والواحد والستة والأربعة والسبعة الأحفاد الثلاثة مين؟ اللي هم تشالد ولهم إيش؟ أكثر من تشالد بسموه أحفاد لمين؟ للنود هاد تمام؟ هادي اللي هي الترمنولوجي اللي إحنا بنتعرف عليه إذن أهم إشي إنه إحنا نميز نعرف شو هو الدبث وشو هو الهايت إيش هو ارتفاع الرأس أو عمق الرأس وإيش ارتفاع الرأس هيك من كون إحنا وصلنا لنهاية المحاضرة هذه والله الموفق والنستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته